شو هو الألترس؟ الألترس كلمة لاتينية تعني المتطرفين وتظهر بصورة مجموعات مشجعين فرق الرياضية والمعروفة بانتماءها وولاءها الشديد لفرقها وتحكمها عقلية وقوانين فريدة وشديدة وتتواجد بشكل أكبر بين محبي الرياضة في أوروبا وأمريكا الجنوبية وحديثاً في دول شمال أفريقيا أنشأت أول مجموعة ألترس سنة 1940 في البرازيل وكان اسمها تروسيدا هاي المجموعات بتستخدم الشماريخ والغناء وبتردد الهتفات الحماسية لدعم فرقها وتوجيه الرسائل من خلال دخلات خاصة في المباريات المهمة في الوطن العربي كانت سنة 2002 هي سنة ظهور الألترس لأول مرة ومن تونس تحديداً لما تأسست ألترس لمكشخين اللي بتدعم نادي الترجي التونسي أما في الأردن فبتصدر المشهد عندنا ألترس الفيصلي وألترس جرين نايتز الداعم لنادي الوحدات بس فكركم القصة بلشت من عندهم؟ لا الحياة في المدرجات بصورتها الحديثة بدأت مع تأسيس رابطة مشجعين دي الوحدات سنة 1993 وبنفس الفترة ظهرت رابطة جماهير الفيصلي كمان أما أول ألترس دخل الأردن وتقريباً كان أول ألترس بين عرب آسيا بالتزامن مع بعض المجموعات في سوريا هو ألترس بلو إيجلز اللي بدعم الفيصلي واستمر لفترة أصيرة هلأ بنفس فترة تأسيسه ظهر ألترس جرين اللي تم تعليق نشاطه وما نحل وللعلم بإمكانه يرجع بأي وقت مع إنه غايب من 13 سنة بسنة 2013 ظهر ألترس الفيصلي اللي استمر لحد اليوم وقدم أكثر من ألبوم وعشرات التفهات غير طبعاً الدور المجتمع الكبير اللي بيقدمه وترحاله خلف الفيصلي في الكثير من المنافسات وأبرزها ترحال اسكندرية في البطولة العربية من بعده ظهر ألترس جرين من الداعم لنادي الوحدات هذا الألترس كان عنده كتير مشاكل وصولاً لقرار الحل بس بسنة 2018 وبنفس النواة السابقة اتشكل ألترس جرين نايتس هلأ في المدرجات الأردنية كمان في مجموعات مؤازرين مثل مجموعة وحداتي اللي اتأسست سنة 2012 لدعم نادي الوحدات وكان أول ظهور لهم في مباراة الكويت لكويتي في كأس الاتحاد الأسيوي واتميزوا بأغاني وتيفهات وترحالات كتير ولسه القصة الجميلة في مدرجاتنا مستمرة وصلنا الآن للجزء الأخير من حلقتنا اللي هو فقرة ترينت اللي رح نستعرض فيها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رح نبلش من عند جماهير اتحاد جد السعودي اللي أبهرت الجميع بتيفو رائع قبل مباراة الهلال في نصف نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر